موسيقى نجح محمد سامي ميشو نجم النادي الاهلي ولاعب المنتخب الوطني للسباحة في تصطير اسمه بأحرف من ذهب في سجلات بطولة إفريقيا عقب تتويجه بتسع ميداليات في البطولة القارية التي أقيمت بالعاصمة الغانية أكرا خلال الفترة من الحادي عشر وحتى السابع عشر من أكتوبر الجاري والمؤهلة لبطولة العالم المزمع إقامتها بمدينة فوكوكا باليابان خلال شهر يونيو من العام المقبل وحقق ميشو تسع ميداليات بواقع ست ذهبيات وثلاث فضيات ليقود بهم منتخبنا الوطني لاعتلاء صدرة البطولة القارية وتصدر الجدول العام للترتيب ليحافظ النسر الأهلوي على جائزة أفضل سباح في القارة السمراء بعدما حقق اللقب العام الماضي في النسخة التي أقيمت صيف 2020 ويأمل سباح الأهلي في المضي بشكل قوي حتى يحقق المزيد من الألقاب والميداليات خلال الفترة المقبلة لا سيما في ظل الدعم الكامل الذي يجده من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب ومن بعده كابتن واق العزة رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي وينتظر نجم القلعة الحمراء مستقبل باهر ومشرق ويعول عليه مسؤول السباحة المصرية الكثير من الآمال خلال الفترة المقبلة للمنافسة على حجز تذكرة التأهل لأولمبياد باريس 2024 أهلا بكم في الفقرة الحوارية الأولى دايما بكون سعيد لما يكون قدامي أبطال وأبطال بيحققوا مداليات كثيرة جدا لكن مش بينين في الصورة بقعد معاهم وبستمتع بجد في الحديث خلينا نرحب بضفنا الكبير كابتن محمد سامي ميشو بطل النادي الأهلي وبطل مصر في السباحة كابتن محمد سامي ميشو نورنا وشرفنا حضرت أكربنا كبير حابدأ معاك من آخر حاجة تسعة مداليات في بطولة أفريقيا أفغانا ما شاء الله وكاس أحسن سباح الحمد لله جيزة الكلام ده يعني هي تمرين على طول ما فيش تمرين بنقف فيه خالص أنا كنت بحاولة تاهل للأولمبياد في شهر سبعة بس يعني كان فرق سوعة تأتيين جزء من التأهل في يعني الحمد لله ما تأهلتش فدي بس فضبتن مكمل تمرين على طول ما خدش عجية زيوية عشان أحاول أروح في أحسن حال لبطولة أعلم 2022 وفي بطولة أفريقية ولو في بطولة أعربية ولو في بطولة أعلم بسورت كورس شهر 12 فكننا على طول ما تمرن يعني مفيش العملية صعبة أولا في السباحة بيش يعني حاسس اللي أنت في إنهاج بطولات بتقولي بطولة في 12 أو بطولة في 3 أو بطولة أعلم وطولة أعلم وطولة أولمبياد الموضوع صعب جدا مين بيرتب ده معيك؟ والله بمرتبه مع المدرب بتاعي دكتور أمر تعالب أنا دايما بقى أنا هو بنحط البطولات يعني أمتى المفروض يكون مسافر وإمتى عندي بطولات وإمتى احتمال يبقى عندنا بطولات بشأن ساعة ما بقاش كل حاجة يعني في معايدة مظبوطة في حاجة تتغير في حاجة نتتغير بس بس أنا عندي إن شاء الله مفروض ده أكون مسافر يوم الاتنين اللي بعد الجاي هولندا عندي بطولة اسمها الاسل دي أنا كنت الوحيدة اللي مشارك فيها السنة دي ولكنت الوحيدة اللي شاركت فيها السنة اللي فاتت اشمع اللي اخترت البطولة دي برزالت؟ لا دي بتاعت هي دي بطولة عامة زي الشامبينز ليج كده شوي بس فأول النوادي بتختار سباحين هما بيعشر نوادي بيختار سباحين من مختلف الدول ما لهاش علاقة بجنسيات وللي علاقة بأي حاجة بس فأول ما بيروح حطينا بفرق والفرق دي بقى بالنفس بعض على كأنها عاملة زي ما تشاط الدور الستاشر يا رب رب ربنا يكتبك الخير بس كل الولاد وهم صغيرين يقولك أنا عايز ألعب كرة صح؟ لعبت كرة وأنت صغير لعبت كرة أنا صغير بس ما لعبت أش لعبت كرة أنا صغير يعني مجرد اللاعب بس كنا كويسين والله فرق السباحة يعني كنت في نادي المعادي بينtedين العادي بس قبل تقلية بدءت قبل تقلية فرق السباحة سيبت الكرة وروحت السباحة لماذا؟ ما كانش فيه تمرين كرة كنت أحبها يعني ه呀 الكرة كنت أحبها طول عمر وانا صغير كنت أفضل أعود ألعب في نادي مع فرقتنا ففرق السباحة كدء ايمن ضد فرقة الكرة كنا لعب cen kaç يعني كنا الحمد لله بنكسب فيها كتير بس انت لقيت سباحة عشان خاطر ماما أنا لقيت سباحة شوية عشان خاطر ماما أريد أن تقول للناس بس طبعا نكبة كبيرة أماما ما وقت بتلعب سباحة هي راحت بطولة جنيف زماني ناوي دي حاجة كانت تقول حاجة كبيرة خلي بالك جنيف دي لازل نقول لكل السادة المشاهدين جنيف هي كانت بطولة جنيف بس يعني السباحين كلهم كانوا بيروحوا بطولة جنيف بس مش أكتر من كده تفضل بس فلا الحمد لله يعني كنت دايما بقى هي اللي كان بتشجعني يعني ان انا اتمرن وان انا افضل مكمل وهي اللي حتى بغد الوقت هي اللي بتشجعني على طول ان انا افضل مش لازم تعرفنا لازم لازم تقول للسادة انا سايب قديمي لك يعرف طبعا بصدته مين ماما وماما اسمها ايه وكده لازم نتعرف الأجواة دي طبعا كانت كبير ماما صاحر علي عبد الحميد عرفة قيس هي كانت مش هنا بصاحر عرفة صاحر عرفة بالزبط بس كانت كانت سباحة بريست كانت بتعوم بريست صغيرة وبس وبعدين هي حاجات بطلات كتيرة وهي صغيرة بس هي كانت بتعوم بريست حضرتك بتعوم ضهر ايه الفرق يعني واحنا ازاي كده بتختار ازاي عايز اقول لك يعني بتختار ازاي العمى بتاعتك والله بتبقى الأرقام على حسب الأرقام وانت عايم كويس وبعدين هي لو الحاجة انت مستريح فيها بتلاقي نفسك يعني عايم فيها احسن الدنيا بتبقى اسهل بتبقى احسن مراكز دايما بتبقى يعني لو بتقوم كذا سباق المراكز بتحسن في فكرة العمى نفسها اللي انت فيها فبس فالحمد لله يا كانت يعني يعني الباك ده دايما نقول لي مش معايا خمسين ومية باك انا صغير كنت بقى متين باك كتير بس دلوقتي بقت خمسين ومية باك بس بس ده احنا جايب لك حاجة كرول تابعك صح؟ اه اه ده كانت في الجامعة مصموط دي كانت متين حرة دي دي متين حرة طيب قل لي قل لي دراتي يعني حطك في حتة كده صعبة شوية النهاردة كابتن صحر موجودة في البيت وكابتن عمر تعلب قدامك والاتنين بيتكلهم في السباحة تسمع كلامين فيهم يعني بسمع كلامة كابتن عمر تعلب أكتر شوية يعني هو اللي في الملعب. بس هي أكيد بيكون لها تعليق. بيكون لها تعليق أكيد. بتقولك كيف بصراحة؟ يعني ما فيه شيء. تقولي أن أنا عايزني أنه عم أحسن. دايما عم أحسن. أرقامي أحسن أو لا. دلوقتي على طول حتى جوه السيزن نفسه. تقول لي أنت تحسن أن تجيب أرقام زي أرقامك. بس هو كان مختلف طبعاً نوقات التدريب بتاعهم عن تدريبنا دلوقتي يعني. طبعاً فيه اختلاف كبير جداً جداً. يعني أنه كانش عندهم تقريباً. ما كانش عندهم أي حاجة خليباً. كان عندهم بص كان كل وليه أمر في السباحة يمسك الساعة. ويصفر لإبنه وتكرعه. بس ما عندهم شكتر من كده. فيه فرق مهم جداً لكن قولي. دراسة مع ما شاء الله مع احتراف سباحة. مختلف سباحة مية في المية لأن الأرقام بتقول كده. بتوفق ازاي بيشه بناتين. دي كانت حاجة صعبة وأنا هنا في مصر في الأول. بس الحمد لله كانت جيل سكوروشيب وسفرت روحت إنديانا. بس فالجامعة هناك بتسهل حاجات كثيرة أو إنها تخلي. ما بين إن كنت تعرف تجمع ما بين السباحة وما بين الدراسة. أنا حتى دراست بايو انجينيرينج. أنا مهندس طبية. ما شاء الله. وبس حمد لله تخرجت شهر 12 اللي فات. بس بس هي طبعا كانت دايما لما يكون في بطلات أو في أي حاجة. كانت يعني الجامعة نفسها بتأجل لنا حاجات في امتحاناتنا أو حاجات في. كويس جدا. أنا هسألك سؤال أوضحة من كده. عايزك توضحها لإن خلي بالك. أنا بسابورت إن الولاد يسافروا بره ويلعبوا بره. محترفين على شخاطر النادر أهلي وشخاطر مصر طبعا في الأول أو الأساس عندنا مصر. يعني إيه بتجمع يعني زي بيفرغك هناك. عايزك تشرح للناس وكل الجمهور اللي بشوف نظرتي. إزاي بيفرغك من الدراسة عشان يوديك تلعب سباحة. اليوم بيمشي إزاي. يعني إحنا بنعم مثلا الفجر الساعة خمسة واربعين للصبح. بعدين بخلص ساعة سبعة ونصف أروح على الجم. من تمانية مثلا لغاية التسعة. بعدين بيقعد معي الأكاديميك أدفايزر في أول السنة المشرف عن الدراسة نفسها. بيقفين مواعيد بتاعت التمرين. وبيقفين في نفس الوقت يروح تتلي مواعيد إن أنا عرف يعني مواعيد الكلاسيس بتاعتي. إنه يحاول يوفى ما بينهم على قد ما ينفع. بيعمل بلان دراسي وبلان للتدريباتك. علشان ما يباش فيه كلاس في وقت التمرين. يعني ولو فيه كلاسي يبقى ألاقي الأوي إنه يكون في حاجة. يعني لو هفوا التمرين أعرف أعملها في وقت تاني. فرع معك كتير على أربع عصيمة وأمريك. فرعت كتير طبعا. فرعت كتير بالزد على الدراسة. يعني أنا أقول الحقيقة أنا دخلت أكاديمية بحريقة هنا أول سمستر. فكنت بنامي أربع ساعات بالزبط. كان إن أنا روح التمرين أعود أليفت كل يوم. يعني من أول الساعة خمسة الصبح. بغاية الساعة سبعة بالليل أو تمانية بالليل. اللي بكون راجع البيت. ما كانش عندي حتة إن أنا يعني مكنش لاحق. أعرف زاكر ولا أعرف عم كويس ولا ريح ولا أي حاجة. والطريق صعب والدنيا صعبة. والدنيا صعبة والزحمة على طرف كله. دور البيت الأهلي أكيد اللي كان ليه دور معك. ووائل عزة كان ليه دور بالأخص. أه طبعا. أقول لي إيه بقى. كابتن وائل على طول يعني لو في أي حاجة أنا بأتكلمه كابتن وائل على طول بزبط للحاجة. لو في أي مشكلة أو أي حاجة هو على طول بيبقى في ظهرنا. بس هو يعني أي أن كان أي حاجة إحنا فعلا محتاجينها في أي وقت ومش عايدنا على الصول. وبس أنا حتى كان في عندي البطولة يعني أحسن بطولة عملتها في فترة كانت 2018. روحت أعملت أرقام هناك كانت كويسة كان رقم مية حرة درقم اللي أنا كنت أجبته في حتى درقم مصري يعني تمانية أربعين واحد وتسعين. بتسجل بأسبق رقم بصرة في المية حرة. في المية حرة. إن شاء الله. والخمسين باك كنت جاب 25.01 بس حسنته في 2019 وأنا في. دي الصورة دي. دي الصورة دي. دي الصورة على طول. دي الصورة عندنا. دي الصورة أنا كابتن وائل. أنا بعد أول ما رجعت من البطولة من غانا. أنا قلت له أنا لازم أجأ أشوفك وكذا. وتصورته على بعض. حاجة جميلة جدا جدا. تحطيم الأرقام القياسية حاجة صعبة جدا. بتتمرى عشان تحطم ولا بتتمرى عشان تكسب. أتمرى عشان تحطم. لأن تحطيم نفسه خليك تكسب. لأ يعني أنت النهاردة وأنت بتتمرى مثلا. مثلا. 100 حرة 100 باك. أي أن كان الموضوع يعني. وخمسين باك. أكيد وأنت بتتمرن. بتكون عايز تفوز بمدارية. لكن بتكون في دماكن تتحطم الرقم. بيكون عندك دايما هو هدف الرقم أكتر. عامل الرقم نفسه. إن أنت ما تضمنش الناس اللي جنبك كلها هتعمل إيه. إن هي يعني. مش زي الكورة مثلا أو حاجة. يعني مجرد كل واحدة هنزل يقوم أحسن حاجة عندك. حد المصيرة. مفيش حدها بصيري أو أي حاجة. فبالزبط هي. هي أنا محتاج أن أنا عم في حرطي. عم أحسن حاجة عندي. ففكرة أن أنا بقى نفس الرقم ياعتبر. قبل ما أكون بنافس الجنبي. أو طبعا فيها منافسة فيها جزء. بس أنا لو مش جاهز ما أنا يعني مؤكد الجنبي لو جاهز يعني هيفوز عليك. حاجة أسألك سؤال بجد. تقولوا عمري في السباحة. ده حاجة بره. بره بره المقرر زي يقوله. يعني المداري بقول هاب هاب هاب. وإنت بتعوم بتسمع ده. يعني خفيفة أوي الصراحة. يعني مغلوب يقوله هاب. يعني مثلا ثمان حارات ثمان مدربين. كلهم يقولوا هاب. فأنت بزكز مع مين. مفيش بقية بتبقى حسب التشجيع. يعني أنا سببها سبلينتر شوية أكتر من. بس فكرة حماس الناس موجودة. يعني. بسفة عام. يعني مثلا أنا واقف على ستارت. إن أنا لايه الناس وقفة فيه جمهور فيه. فيه ناس بتشجع. لوحدها بتخليك مدياك حافظة. أه جوه المية. مش شرط قوي إنك تسمع. بس لأ بس إياه بتبقى جميلة كده. جميلة. طيب سؤال ثاني. وانت بتعوم في المية. بتبص للجنبك يميلك أو شميلك. ولا مش مركز معه بقى خلاص. بصراحة. يعني هي بتفرب في السباية الصراحة. يعني لو أنا عام الظاهرة طبعا مش عارف أبص على حد. عن أي بصة طبقة بتعطلني. بس أنا عام في المية حرة مثلا. ببقى أعرف أشوف. الجنبي أنا باخد نفس يمين دايما. فالنفس اليمين ده أنا شايف. يعني العليمين ده أنا شايفه مية في المية. شايفه مية في المية. على شمالي ساعات بقى أحتاج أن أبص بص شوية. أو دماغي سنة صغيرة. بس سوبيا سهل أن أنت تشوفها. بس طبعا يعني لو أنا في حرة مثلا أنا أربعة. مش هشوف بتاع حرة واحد. يعني. انت هشوف اللي هابت. على شمالي مش هبص علي. أكيد. قل لي. في لحظات أكيد عندك في حياتك قد صعبة. ولحظات بتكون سعيدة جدا. أكيد لحظات اختيارك وأنت أحسن سباح. دي لحظة هنتكلم عليها. لكن إيه اللحظات الصعبة اللي عدت في تاريخ محمد سامي مشو؟ اللحظات الصعبة اللي عدت في تاريخ. هو الحاجات. يعني في وقت كده كنت اللي تحس أن انت ما بتحسنش خالص. مهما عملت في تمرينك. مهما حاولت توفى الدنيا كلها الدنيا مش مظبوطة. أو زي فترة وقت الكورونا أنا كنت مكتائب شوية. وقت الكورونا الدنيا كانت كلها. العالم بصرحة. يعني. كنت عائم كويس قوي. كنت جاهز أن أتهي الأولمبياد توكيو. وعلشان كده يعني دي حاجة أسرت كتير أو في التمرين. فده كانت حاجة من ضمن الحاجات المواضلة. غير كده كان عندي وأنا صغير. كنت في وقت قبل ما أروح لدكتور عمر تعلم. كنت أعزي بطر صباح. يعني أنا عن 13 سنة. لماذا؟ كنت عائم كويس كنت أنا كنت. أنا عندي 11 سنة كنت باخد أول من 11 لغاية. كنت دايما على طول باخد أول في أغلبيت سباعتي. فجيت فأنا عندي 13 سنة في البطولة دي. أنا يمكن أحسن مركز خط وكان ثالث. والله رابع حاجة كده. وسباعات كانت سباعات يعني مع عمى كويس وكل حاجة. ما كنتش فاهم إيه المشكلة. غاية ما يعني. عادت بقى رجعت. يعني أنا شفت إن أنا كنت أتمرن حاجة غلط. وبعمل يعني. بعمل حاجة غلط في التدريب كله. غاية ما الدنيا بدأت تقصبط. صلحت أخطائك. صلحت أخطائك. صلحت أخطائك. فتلاح تقيتنيك بكبير. الحمد لله. ما شاء الله. قلني المنتل مهم جدا في الوقت اللي احنا فيه ده. مع العائبة الفردية أو الموضوع. المنتل أكيد هو عامل كبير أوي. بالذات بعد الكورونا هو فرق كتير. يعني قبل الكورونا. وأنا في الجامعة عمري كان عندي مشكلة حاجة. إن أنا فكر في حاجة منتلي أو حاجة دي. تبقى أزمة. يعني. ما عرفش طول عمره كانت بتيجي معايا كده. بيبقى قلب. لو أنا ماشي كده. ما فيش أي مشكلة. بس إنما دلوقتي بقيت. قصة أنت لأ محتاج أنك أنت تتكلم مع ناس ساعد بس. وبقى في حاجات أنت بتبقى. ما يعني. بتبدأ تتشتت في وقت من. وإنت بتكبر في السنة برضو. إنما بقاش التحسين عندك سهل أوي. زي ما كان وإنت صغير. طبعا. فدلوقتي بقيت ببص اللي هو. وأنا ممكن أنزل أعمل كويس. طبع عمل واحش. طبعا. ففي أفكار كتيرة أوي بتيجي في دماغك. فدي بتبقى محتاج التدريب إن أنا. بقى متعود إن أنا مفيش عندي مشكلة. وأنا واقف على الستارت. مش أفكر مين اللي جنبي هيكسبني. مش هيكسبني. أنا. أنا أقوى. لا أنا جاهز. فالحاجات دي كلها بتفرق كتير. مايكل فليبس أسطورة. طبعا. تم ماداليات. ولما أشوف لعبيت 109-11 مادالية. بقول لي ما عندناش مايكل فليبس. بصراحة يا عميشو الله. هي المشكلة إن إحنا هنرجع لل. يعني هي دي بقى حاجة تاريخية شوية. إن إحنا دلوقتي يعني مثلا. عالي ومروان أمباش وفريد عصمان. إحنا دلوقتي بنعمل حاجة في جيل. كانش تعمل قبل كده زمان. لازم نقول. سوريا. لازم أقول يا جماعة. إن الجيل ده فعلا. زي ما كانت ميشو بيقول. الجيل ده حقيقة. ده حقيقة. أرقام وأشكال مختلفة. وخلى السباح في التحتانية خالص. لكن أنا دايما بطمع لفوق. فعايزيني شوف الفرق إيه اللي هيحصل معي. فضل أميشو. فبس فإحنا الفترة دي. إن كل اللي احنا بنحاول فيه. إن إحنا نوصل لأحسن المراكز. أنا طلعت في بطولة عام 2019. كنت سابع في التصفيات. وبعدين. بس ما يعني يا ربنا مكرمش. متأهلتش للفاينل. بس وعلي كانت التلتاشر دخل. أنا مش فكرة ودخلت الحداشر أو التناشر. يعني عشان ما كنش غلطان. بس وادت أهل السيمي فاينل. وطلعت التلتاشر بالليل. زي برضو عبد الرحمن سامح هريدي عندنا في الندي الأهلي. كان برضو دخل السيمي فاينل. فإحنا عملنا حاجات. يمكن ما حصلتش قبل كده. بس بنحاول نوصل. بس أنا برضو لما بشوفهم لعيب المصريين. بكون سعيد جدا بيهم. خلي بالك في الأولمبياد الأخيرة. يعني كل الكبات اللي لعبه فاينل عليهم. بس لقيت أعرف أنت أنا عندي حتة يعني إيه كده. أحمد الحفناوي في تونس جاب. مدري أكيد كل اللي لابد بيكون مصريين. ليه ما يكونش مصري. عايز أعرف الفرق. الحتة دي عند اللعيب. بيقولها. يعني مسؤولية يسمعوك. فعايز أعرف الفرق. إحنا نوصل إمتى دهب؟ نوصل إمتى دهب؟ لما نعرف نخلي يعني المنظومة كلها تبقى في حتة واحدة. إن الحاجة كلها موجودة. منظومة محترفين. يعني بالزبط كده. طب خلينا بقى ميشو بس نقف كده. عشان ما زلتوا عطفين دي عجبت لي بدك. خلينا نخرج لفاصل ونرجع نكمل ونشوف منظومة المحترفين لعيبة السباحة في فاصل. أهلا بكم مرة تانية ونجمينا الكبير. محمد سامي ميشو والحوار معاه في السباحة. وقفنا عند نقطة مهمة جدا. ونقطة دي هي أهم نقطة. النقطة اللي هي النقطة الأخيرة اللي هم يقدروا يطلع فيها على منصات التتويج. هنشوف رأي ميشو إيه معنا. ميشو رأيك إيه؟ إزاي نوصل؟ دي بقى عندنا مايكل فليبس. عندنا ناس كبيرة في العالم. يوفى على الأول والتاني والتالت. ومديلية أولمبية أو مديلية بطولة العالم تتعلق في صدر لعب بصر الألعاج المصرية. يعني نحن نسبان في الطريق شوية. بس احنا محتاجين دعم أكتر. محتاجين سبونسرز. محتاجين معسكرات. وبوقت طويل نقدر نسافر بلاد. يعني مايش عندي مشاكل بقى في أي سفر. في أي بطولات. يعني محتاجين مشاركة كثيرة في البطولات. محتاجين المعسكرات مع بعض الدول وناس مختلفة. يحتاجين. يعني هي طبعا هي السبونسرز الدعم. في الأول الأخيرة شفت ناس. بس الدعم ده مش هو الدعم الأساسي أو دعم كبير أعتقد. ده هي بدأ يبقى فيه دعم شوية لبعض الناس. يعني أنا أنا ما عنديش أي سبونسرز أو أي حاجة. طب هي رسالة لازم أقولها بصراحة شديدة يعني. لو إحنا عايزين أبطال تقف على منصات التتويج. عايزين دعم من كل اتجاهات. رجال الأعمال وكل الشركات المصرية الرعية. لازم ترعى أبطالنا. بكل الاتجاهات. لو إحنا عايزين نعض ونقول إحنا عندنا 10 أو 12 مديليا أو 16 مديليا في الأولمبياد. لازم الشركات المصرية ترعى أبطالنا. لأن أبطالنا دول هما النوال أو الزخيرة الحية لنا. اللي هما يقدروا حاوة على منصات التتويج. أتمنى من رئيس الاتحاد المصري. المهند سياسر إدريس. لسه كذبين مبارح. وأكيد هو أول واحد يتمنى أن اتحاد السباحة يكون عنده لعبين. مصنفين على مستوى العالم. ويقفوا على منصات التتويج العالمية أو الأولمبياد. أتمنى أن البلان تتحط. أتمنى أن البلان تتحط. أتمنى أن البلان تتحط. وإن شاء الله بإذن الله. لقى يميشوا فريدة وخلفلة وغيرهم كتير. يكونوا وقفين على منصات التتويج. قابلت بايكل فيليبس في حياتك. قابلته مرة وأنا في التمرين. كان عندنا معسكر تابع الجامعة. رحت كنا في أريزونا. وفي وسط المعسكر ده كنا بنعوم مع بوب بيومن المدير البتاعه. كان يمرنه. وبعدين دخل مع ابنه. وبس ويزقه كده. وبعدين دخل واتفرج على التمرينة. ومرننا شوية. وبعدين مش. ما كنتش عايزة تطلع بحياتك. أنا كنت عايزة تطلع بحياتك. هل لقى أفيلة بل إن هو يتصوره وتطلع وكده. أو أنت عشان ده تدريبك. أو ينفعش بقى تطلع من التدريب. كان عشان وقت التدريب. بس ما كانش ينفع على الفكرة. هي الفكرة إن هناك فورمت التدريب. هي دي الحاجة المهمة. يعني دي الحاجة اللي أتمناها دايما إن إحنا لو ينفع. إن إحنا كلنا نتجمع في وقت. إن إحنا نعمل مع بعض. إن إحنا نعمل المعسكرات مع بعض. دي حاجة هتفرج كتير قوي معنا كلنا. حتى نفسيا مع بعضينا. ومع كل حاجة هتبقى كلنا. هاخدها بشكل مختلف. ليه عايز تقوم جنب اللعبة دي. لازم تقولها بصراحة. أنا عارف طبعا بس. لازم توضحها شوية للناس. ليه دايما أنت بتحب تعمل معصرات مع اللعبة دي. عشان لما تجي تعمل جنبهم. إيه اللي بيحصل نفسيا. عشان لما تعمل جنبهم نفسيا. أنا أقول لك أول سنة. أنا عمت. وأنا عام في أمريكا. كنت عام أرقام. كنت ساعة أنزل. أنا شايف أسماء ناس كبيرة جنبي. ومش عارفة. يعني حاس أن أنا مش كويس أو. بعدين جيت. نزلت كان جنبي. كان جنبي بليك. وبليك معي. معي في الجامعة بليك بيروني. هو كان واخد أول في المتين حرة. في بطولة عالم شورت كورس. المهم. فنزل من جنبه. أنا عملت سباق خطير جدا. ولا كان بالنسبة لي. إن بليك ده أجمد واحد. ولا أي حاجة. وكان سباق متين حرة. وكنت بفنش عليه. نفسيا هادي. نفسيا هادي جدا. نفسيا. الرجل ده بيعوم معي كل يوم في التمرين. ما عنديش أي مشاكل معي. ما فيش أي حاجة. وبكسبه ساعات في التمرين. وليه ما كسبوش في البطولة. عندك حق أكيد. أنا مضم صوته لصوت ميشو بصراحة شديدة. إن فعلا. هو بيتكلم في حتة مهمة جدا. والحتة دي أنا حاسس بها. لأن لما كنت بلعب هندبول. ولعبنا أبطال أوروبا وأبطال العالم. بقى الأمور يعني عادية بيننا وبينهم. بالإحساس بيكون مختلف. غير ما تقابله أول مرة يكون بطل عالم. فيبقى فيه شوية رهبة. لكن هو بيقول لما عمت جنبه. والأمور سهلة جدا. أقدر أكسبه. وده شيء مهم جدا. علي خلاف الله. ومحمد ساميشو أصحاب قوي. قلت دايما أن أشوف علي خلاف الله. بحكم أن أنا يعني أعرفه. وهو والد صغير عندنا في النادي. وأعرف والده. فدائما أشوف صورتك معي. إليها علاقة بينك بين علي خلاف الله؟ والله علاقة إن إحنا. راحنا مع بعض الجامعة. فضلنا عادين مع بعض هناك حوالي أربع سنين. فعلاقة التورد بأعلي. أنا كنت أعرف علي أولا قبل أن أسافر. كان مجرد علاقتنا مع بعض. يعني كلاما أعرف هو عمل نتيجة كويسة. فأبريك له. بس بعدين لما رحنا هناك وعيشنا مع بعض. كان الموضوع تطور جدا يعني. وبس بعنا عادين مع بعض على طول. لما رجعنا حتى كنا متمر مع بعض هنا في مصر شوية. وبعدين رحنا يعني بنروح على طول بطولات مع بعض على طول كل حاجة. بيتلعبوا نفس نفس العومة صحيح؟ نحن نجتمع في المياه حر. قل لي بتكون علاقتك إيه معاقة لها وإيه جواها وإيه بعديها؟ والله ما فيش أي حاجة. يعني 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 ما فيش مبيننا أي حاجة. ده أنا أقول لك أنا كان الرقم مصر باسمي في المياه حرة. أنا حطمت كنت جايب تسعة ورابين تسعين. دي كتب المرة حدي جايب تسعة ورابين في مصر. بعدين علي جايب تسعة ورابين حاجة واربعين. ستة ورابين بالزبط. بعدين أنا حطمت الرقم علي جبت تسعة ورابين اتنين واربعين. بعدين علي حطمه جبت تسعة ورابين عشرة. أشأل عليكم. وبعدين نجب تمانية واربين واحد ورابين واحد ورابين. وأنا وعلي يعني إنما جبت تمانية واربين واحد ورابين ورابين. عليك أنه يكون جنبي. بص علاقات جميلة جداً. ويكون سعيد جداً لما بلاقي الأبطال بزادة في الأعبة الفردية. بيكونوا يعني بينهم وبينهم علاقات كويسة. لكن أكيد دور الجهاز ودور المدربينك في صفة عامة. دولهم إيه النهاردة وإنت نجم كبير في أجواء السباحة. أكيد ده بشكرهم كلهم. بشكر أي حد يعني يساعدني في أي وقت من أول تحدي السباحة. أخي بصلاقات كابتن ويل عزة. وطبعاً أخت عمر تعالى مندرئيبي. والدي والديتي وأختي. يعني أي حد وير في ظهري في أي يوم من الأيام. حتى أصحابي كلهم بتقال منتخب الناس السباحين كلهم. أشكر كل حد يعني يوقف في ظهري. بنشكر كل واحد يوقف في ظهرك. السوشة الميديا دلوقتي بقت صعبة على الأبطال. شفتها شايفها إزاي؟ بصراحة. أظهرك من ناحية إيه؟ يعني تعاليقات الناس. تعاليقات الناس بتبقى صعبة الصراحة. يعني حتى أنا كان صعباً عليهم في الأولمبياد. أن الناس تقول لهم أن أنتوا فشلتوا أنتوا تتأهلوا. أنتوا ما عاولتوش. زعلان طبعاً. أنا نفسي زعلاني خلي بالك. طبعاً. يعني. الناس يتعبت هده إيه؟ يعني. عشان أنت واحد منهم. أنت عشان توصل توصل للأولمبياد. أنت يعني الأولمبياد دي بتبقى رقم الستاشر. اللي طلع. يعني 2016. فاهمك. فأنت دخلت السمي فاينل. عشان تجيب الرقم. عشان تروح للأولمبياد. يعني أنت كده جبت الرقم السمي فاينل بتاع الدورة اللي قبلها. في متغيرات كثيرة طبعاً. في متغيرات كثيرة. وطبعاً الدنيا بتبقى أسرع. كل شوية أسرع. يعني. يعني. عندي سباة المتين متنوعة. تحسن ثانية وخمسين جزء. يعني. خلي بالك للناس مش مستوعبها. يعني. ثانية وخمسين جزء. يعني. أنت المستوعب. هم أفطال السباح الثانية دي. ممكن نقعد فيها. شوية. سنين. عشان نكسر ثانية وسانيتين وتلاتة. يعني. دي لو كسر التلات سقواني دي حاجة. دي حاجة. دي حاجة. دي حاجة صعبة. دي حاجة صعبة. طبعاً بتفري على الحسب السباء. يعني. طبعاً. يعني. 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 هو أول عالم بيجيب 21. 17. 21. عشر. حي كده. فأنت تتكلم إن. الفرق ما بين علي وما بين أول عالم. سبعين جزء. عامن إن إحنا لما هنيجي نقول. قل لي سبعين جزء يتعوض في الدين. لا. دي حاب حلوين. حاب حلوين صعي. هتفرق في حاجات كتير أو سبب. في حاجات هتبقى تكنيكية. في حاجات فرق استرطات. في فرق في القوة نفسها. في فرق في حاجات كتير أو يعني. غير طبعاً. يعني. يعني. أهلي ولا أوروبا. أهلي زمان على طول طول عمر. يعني. حتى كنت ما مشي مدرسة أنا صغير. أهلي في اليابان بقى 2006. والدنيا دي كلها. ما كنتش بحضر مدرسة. عشان بتتفرج على مدرسة الأهل. كتولدتي كتولدتي كتولدتي. أنا لازم أمشي من. لازم نروح تفرج على المطش. وكتدي تخدني. كان مطش ساعة عشر. كنت بحضر أول كلاس ومشي. قل لي متابع محمد صلاح. متابع محمد صلاح. رائعي. لا طبعاً حاجة أسطورية يعني. أسطورية. يعني. نفسي إنها من حاجة زيه في السباح. يا رب بإذن الله. يا رب بإذن الله. هتمنى ده. لكن أكيد في حياتك الأسرة. النهاردة وهي أشايفك. وقف كده ورفع اسم الأسرة. عايز تقولهم إيه النهاردة؟ يعني. أقول لهم. عايزة تبصر الكاميرا عشان هم اللي شايفينك ايوة كاميرا قدامك دي أنا بشكرهم على كل حاجة هم فعلا عملوا هالي ومساعدوني فيها وبس وانا دايما بحاول ان انا اعمل احسن نتيجة ممكنة علشان يعني خليهم مبسطين وفرحانين ورفعين رأسهم لفوق ربنا يا كلمك ودايما احنا كلنا فخرين بيك اخر سؤال هسأله لك 20-24 محمد سامي ميشو باذن الله يكون فيه ان شاء الله مادليا بقى ان شاء الله يا رب بإذن الله شرفتني ونورتني بجدس عيد ان انا كان معايا نجم كبير زي محمد سامي ميشو بطل من دهب فعلا حق مادليات ولسه الطموح عنده كبير و20-24 بإذن الله بكل الكلام اللي قاله عشان ما نقولش كلام تاني وقال معسكرات والرعاية وقال 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 وانا بضم صوته وصوته وأكيد المسؤولين سمعيننا ان شاء الله يكون متواجد هو وكل الكباتن في السباحة على منصات التدويق خلينا نخرج لفاصل عشان نستقبل نجم كبير اخر في العام القوى ولعب الناد الالي ومنتخب بصري في الرمح كابتن إيهاب عبد الرحمن قربتنإبعييي méis